موسيقى جميع الأقسام عندي عند إليزي، فرنسي، أسباني، عبلي، كله بمقابلات ده مش فيها كلام لغريك المقابلات يعني على الأقل يكون عنده الحمد الأدى الذي يسمح وهما فعلا أوصوا التوصيلة لقودة الدكتورة الحميد مرة ودين إن فكرة الكرسي التبيدي ده ممكن يعبدوا بخاطرة جداً في إعداد الطراب الأدى بالنسبة اللغات الأمنامية وحبان أبطر في تعلّم اللغة الصينية وتعلّم اللغة اليابانية في حبانك كتيرة، والتركية أيضاً ديبعك نس كتير ديبعك عشانه ديبعك نس كتير ديبعك نس كتير ديبعك نس كتير وفي هنا نقطة تتكلم عنها قسية عدم الناس بتتعامل مع بعض أنا عندي في كونية في بيزة الإلاس ثمان برامك أنا عندي أربع برامك ترجمة، ترجمة إنجليزية، ترجمة فرنسية، ترجمة إسبانية، ترجمة عبريلية هذا الدرنامج، إنو برنامج الترجمة مش روبوت في القولية العادية أنا بدي لسانس دراسات أدبية ولغوية، لكن بدي، زي ما كان بيقول الدكتور سعيد أبي مينشي، برنامج متخصص في الترجمة وما أدرك ما ترجمة في الوقت العصر الخاضر والعالي فيما يتعلق برنامج الرغوة العبارية برنامج استراتيجي مطلوب من البلد اللي اللي لازم أكيد بأرضه، وحتى نوعية المستبيتين ديه نوعية خاصة جداً في هذا الإطار الدرامج عندنا بتديني بناءً على دراسات جدوى، إحنا مش متخصصين في دراسات الجدوى، لكن استشعار حاجة السوق لأن إحنا مشاكل التعليم في مصر، مشاكلنا كلها متعلقة بعدم ربط هذه المخرجات بسوق العمل فإحنا لما نلاقيه ونستشعر خطر إن إحنا بيظل هذه التكنولوجيا ومتيش برنامج للأرشيف الالكتروني، نعمل إحنا برنامج للأرشيف الالكتروني موجود معلش الكروة الجاندة الكافية اللي تسمح لأنه فعلاً كل مؤسسات الدولة تتعامل مع هذا البرنامج القيم جداً وهو الأرشيف الالكتروني، ديه مسألة أساسية جداً لما نستشعر النجمة الصاعد منذ السبعينات حتى اليوم للصين ونفتح معهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة ونجد بالفعل المعهد بيدي دورات، أقلي دورة 4500 طالب فبنفتح العمل بقادي المتنامج للغة الصينية توافع عليه من المجلس أعلى تعليم مفتوحة، فكرة لقينا مطالب عدة الله يطبط إن في الطلبة الصينيين يدرسوا في المجلس أجده طبعاً، طلبة الصينيين هقول لهم أحاول لما لقينا مطالب شديدة جداً إحنا عندنا كقسم عنده نفس الجامعة القاهرة إنهم يقدم لنا ألف طلب وإحنا قد قد خمسة فسابت القسم كده في هذه الصورة إن كلها معامج وإغراءات معينة فإحنا عايزين نوصل الثقافة السيكولوجية دي للناس كلها حميدة وعلم النفس يعني بارتباق وسيخ ببرامج رياض الأطفال فيما تعلق بمعلم التربية الخاصة أو معلم رياض الأطفال وخدار حضراك معايا فنفتح برمامج علم نفسه تطبيقاته وأنا فاكر في اتصاله مع الدكتورة الحميد الناس بطده هنفتحوا برمامج علم نفسه إنت مفتوح إلى عام القادم بإنشاء الله تعليم مفتوح أنا بصراحة بنادي وبطالب أساسيتي في الدولية وزملائي أنه يا جماعة الكتاب يبقى مواصفات كتاب التعليم المواصفات اللي ببقى بالأهداف ودي الأسس العلمية لبناء المقررات ومضمون جيد حديث بتحدث كل خمس سنوات بل بالعكس أن عندي ناس حريصين على أنهم عايزين يقللوا الخمس سنوات يبقى كل ثلاث سنوات زي ببقى بالنسبة لأن التساغل مع التلسط التالي وقابلوا في بعض في الإعلام لهم ترجمة الأعمالية ومنهم دين يكون خلاف كل ثلاث سنوات عشان يجيب حاجات أطلال فكرة وجود طبقات فكرة وجود تدريبات واخد بقى الحضراتك معايا فكرة وجود سيدي مع الطالب هو ده إيه غير الإيلرنك اللي هو التعاليب الذاتي واخد بقى الحضراتك معايا اللي التجاه العالمي الوقت في معظم الدول العالمي يعني أنت لما تروح الوقت بعض الدراسات التي تشير أن الطفل غير المرتحق بالمدرسة اللي المدرسة بتاعته المجتمع يعني يتلقى معلومات لطبقها داخل المجتمع في هومبو جونج وفي تايوان أفضل منطفل المرتحق بالمدرسة في مصر دي نتيج دراسات فعلينا بالمقدار الحضرات معي لأن فعلاً.. الفكرة رائعة على فكرة أنا سعيد بيها جداً Mother of官 Oh yeah وفكرة اللي بيحصل اللي التعليم المفتوح ب 내가 أنا رحت في مسألة مع وزير التعليم العالي الدكتور حسينك خالب في مجنس الشعب عشان مستقبل التعليم مفتوح ونيها له التعليم مفتوح مش متى فيكه المشكلة في فكرة التعليم مفتوح للطبق في الجماعات المصرية إذا كان في مصر مئة وعشرين ألف تعليم مفتوح ففيه مئة ألف في جامعة القاهرة وعشرين ألف في كل الجامعات الأقلمية والتعليم المفتوح في جامعة القاهرة نظام مؤسسي قائم على أسس وقواعد له لوائح خاصة منه لوائح فالية مختارة إلى حد كبير واختبار حرك معايا الكلام ده وش ما نقول في الجامعات الأقلمية نهائية واختبار حرك معايا فالفكرة نجحة فكنا نبحث عن إننا لا نقتل فكرة ناجحة تم إحنا سبكين للجامعة الأقلمية المفتوحة موجودة في مصر موجودة في المعادل وبيطلعك بقى الناس موجودة شعيدة حاجة أنا متفق تماما مع الأستاذ الدكتور عدي مقروف بفكرة اعمله بكواليتي خاصة يعني اعمله جامعة مفتوحة بكواليتي خاصة بنسبة معينة من نسب التنسيق إن شاء الله تبدأ من خمسين في المية إحنا مش عايزين نطالب السنواء العامة دا نهائي أنا عايزة أقول حاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر